أهلا بكم هنتكلم دلوقتي عن عملية تسقيف المريض عن مرضه نقطة الأولى سلم نفسك أيوا سلم نفسك للطبيب لو أنت من نوع المرضى اللي عنده نظريات وتفسيرات طبية خاصة به بنرجوك تخلي معلوماتك الطبية اللي أنت رايح بها للطبيب على جنب وتخلي عندك مرونة الاستعاب اللي هيشرحه ليك الطبيب عن ما هو مرضك وما هو سببه وليه أصابك المرض ده وإيه طرق علاجه خلي عندك مرونة أنك تتعرف على طب الأطباء وتتقبله طالما الطبيب شرحه ليك وعرضه عليك بطريقة منطقية مشكلة المرضى اللي بتروح للطبيب ومعها الطب والتفسيرات الخاصة بها أنه معظم طب العامة معلوماته خاطئة ودي المشكلة الصغيرة المشكلة الكبيرة أن هذه المعلومات الخاطئة والثقافة الطبية الضعيفة معهم بقالها سنين كتير ويمكن بعد أفكارها متوارث أصلا وبالتالي المريض بيلاقي صعوبة كبيرة أنه يعدل أفكاره بما يتمشى مع اللي بيشرحه الطبيب لما المريض يكرر نفس السؤال كذا مرة على الدكتور بيكون عادة السبب إما ألأ وده طبعا مفهوم وإما نعمل الاستنكار أو صعوبة هضم واستعاب جرعات كبيرة من المعلومات الجديدة خالص عليه اللي مش متمشية خالص مع معتقداته وثقافته الطبية أفكار وتفسيرات المريض بتكون جاية منين بتيجي من خبراته الشخصية بمريض واحد أو اثنين إما عندهم فعلا نفس تشخيصه أو كانوا بيعانوا من نفس أعراضه لكن مش شرط نفس تشخيصه في فرق كبير لكن هو استعمل خبرته بأعراض مماثلة في شخص أو اثنين لعمل تعميمات على كل الناس واللي هو طبعا واحد منهم وممكن الأفكار تكون جاية من أسرته أصدقائه مواقع الإنترنت المغمورة ومنتدياتها المدمرة وجميع المجتهدين والمتطفلين على الطب اللي بيتعامل معهم على مدار السنوات أحيانا بيكون صعب تشرح الطب وتفسيراته وعلاجاته اللي مريض جايل لك من منطقة نائية وحصل على قدر ضئيل من التعليم وعاش وكبر على ثقافات طبية قاروية إن مثلا عقاقير الحكيم سموم وإن التوم المفروم هو الحل الأكيد لزوال كل ده هتسألني إيه اللي جابوا العيادة بتاعت الطبيب أصلا هو ما جايش أولاده أو أسرته غالبا هم اللي جابوه بالعافية طبعا أحيانا بيكون صعب إنك تقنع مريض تاني عنده مثلا خشونة في مفصل الرجبة تسببت في ألم مع الماشي أو طلع السلالم إن بعض التعليمات في الأساس وبعض التامرينات المنتظمة لتقوية عضلات الرجبة هو الحل المثالي للتعامل مع خشونة الرجبة هو عايز علاج حقا في العضل يصحى عليها ويرجع زي الأول زي اللي أخدها فلان اللي أصلا عنده ألم في الرجبة بسبب مرة تاني غير خشونة الرجبة ده غير إن المريض أحيانا بيكون جاي بأنواع مختلفة من الاشتراطات اللي من غيرها لن يقتنع أبدا إنه هيستفيد إزاي ما عملش أشعة بالرنين على الفقرات لازم يا دكتور تكتب لي على علاج حقا هتحسن زي ما حصل مع هاني مستحيل يا دكتور أخد علاج حقا هتعب زي ما حصل مع سامي لازم يا دكتور تحقن للرجبة لأنه هو ده الحل الوحيد زي بالزبط ما حصل مع متحد اوعى يا دكتور تحقن للرجبة عشان كده مش هقدر أمشي عليها زي بالزبط ما حصل مع رفعت ممكن يكون عندك أعراض تشبه أعراض هاني وسامي ومتحت ورفعت بس مش لازم يكون عندك نفس تشخصهم وحتى لو عندك نفس تشخصهم مش لازم لما نقيم مرضك يبقى علاجك نفس علاجهم الخلاصة سلم نفسك ادو الطب بتاعك أجازة شوية خليك مرن يمكن تستفيد من الدكتور كتير وليك عند الدكتور يجاوب أسئلتك ويشرح لك اللي انت عايز تستفهم عنه لو تنازلت عن نظرياتك الطبية واشتريت نظريات الطب هتاخد معلومات فعلا تفيدك في حل مشكلتك بجد طبعا مش كل مرضى بيروحوا للطبيب بالطب بتاعهم ونظرياتهم احنا هنا بنتكلم عن نسبة فقط من المرضى اللي عندهم نظريات طبية ووصفات علاجية لحالتهم ازاي احنا الاطباء بنشخص المرضى اللي بتعمل كده هم عادة بيعملوا حاكتين بتخلينا نعرفه الاولى مش بيدوا فرصة للطبيب يكمل الجمل اللي بدأها وهو بيشرح لهم مرضه يعني ايه؟ يعني احنا المريض وانت بتشرح له يعود يكمل للدكتور الجمل اللي الدكتور بدأها غالبا بيتكملها غلط مثال اللي عندك ده التهاب في ايوا يا دكتور عارف التهاب في كرات الدم الحمرة لا يا فندم مش في كرات الدم الحمرة مالوش علاقة بالدم التهاب في المفاصل وده سببه نشاط زيادة في ايوا مظبوط يا فندم عارف نشاط زيادة في الغدد النخامية انا عارف لا يا فندم مالوش اي علاقة بالغدد ده نشاط زيادة في جهاز المناعة تمام يبقى انا كده بقى ايه؟ لازم أقل الأملاح والدكتور ساعتها طبعا إيه بيضطر يستأذي نص ساعة يروح ينتحر ويرجع تاني على طول الزريف إن المريض بيبصلك وهو بيتكلم معاك بتركيز وعينه مباحلقة ومبتسم ابتسامة اللي فاهم وموافق على كل كلمة بتقولها أيوة أيوة أنا فاهم أنا معاك أيوة أحيانا السيناريو ده بيمشي في سكة إيجابية جدا وأنا والمريض بنبقى أصحاب فعلا وبنوصل لتسوية أو اتفاقية إن أنا الدكتور وإن الطب بتاعه هو وسيلتنا في التعامل مع المرض وبتصير العلاقة بيننا ودية وكوميدية في نفس الوقت وكل ما شوف المريض بعد كده أسأله ها إيه آخر أبحاثك ونظيراتك في الطب لكن الخلفية إننا بقينا بنتعالج بالطب بتاعه ده كتر وفي أحيان تانية بقى المريض بيبقى الطب بتاعه أكبر من أي حاجة تانية وغالبا بيقطع أشوات كتيرة بعد كده بين متخصصين من ناحية وبين مجتهدين ومهرجين من ناحية تانية وتشوفه يمكن بعد سنين تاني محلك سر في مشوار علاجه وإن كان لسه بيقطع عشوط في التفسير والتعليل لمشاكله الصحية الحاجة التانية اللي بيعملها المرضى ذوي النظريات والتفسيرات لما بيسأل سؤال مش بيسأله فعلا علشان منتظر الإجابة بالطبيب يعني إيه يعني عادة بيسأل السؤال وأثناء ما الطبيب بيجاوب بيسأل واحد تاني السؤال بنسأله علشان نعرف الإجابة من الآخر سلم نفسك للطب فيه فرصة أكيدة إنك تستفيد كتير النقطة التانية في موضوع تسقيف المريض حضر كل أسئلتك للطبيب اكتبها في ورقة نقطة مهمة في أثناء عملية تسقيف المريض ما تمشيش من عند الطبيب وإنت عندك أسئلة لسه مش متجوبة اكتب كل أسئلتك في ورقة وراجع الورقة قبل ما تمشي من العيادة عشان تتأكد إنك سألت كل أسئلتك زيارة الطبيب المثالية تنتهي بسؤال معين من الطبيب وهو في حاجة تانية عايز تسألني فيها ولازم تكون إجابة المريض مفيش أسئلة تانية النقطة التالتة لما الدكتور يكون بيكتب روشيتة ياريتني سيبه يكتب روشيتة من غير ما نكلمه عشان جرعة الدواء اللي مفروض تبقى مرة كل أسبوع ما تبقاش وتكتب بالغلط مرة كل يوم الطبيب كأي إنسان آخر لا يستطيع القيام بعملين في وقت واحد وعلى هذا فإن كان الطبيب قد انتهى من الحديث معك وشرح خطة العلاج لك وبدأ يكتب الوصفة الطبية وافتكرته بيكتبها أسئلة تانية عايز تسألها ادي له فرصة لحد ما يخلص كتابه الأول ونحب نوضح هنا أن هذا السلوك من المرضى من أسباب حدوث الأخطاء الغير مقصودة يعني الغير متعمدة في وصفات الأطباء والتي قد تؤدي إلى صرف عقار مختلف أو جرعة مختلفة للمريض مع ما يترتب على ذلك من فرصة لحدوث أضرار جسيمة للمريض نفسه ترجمة نانسي قنقر